النهاردة اخوتنا واشقاءنا في لبنان الجميلة اتكلموا الحقيقة عن موضوع مهم جدا في الشارع اللبناني المتابعة للشأن اللبناني عارف انه في الفترة الاخيرة طبعا هناك مشاكل كثيرة في لبنان يعني لها علاقة بالاوضاع سياسية والاوضاع الاقتصادية في احوال معيشية كثيرة جدا في لبنان بيعاني منها اشقاءنا هناك والحقيقة انه في الكثير من الاشكال الاعتراض على هذه الامور وهذه الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة هناك كان من ضمن هذه الأشكال أنه النهاردة الشعب اللبناني أخواتنا اللبنانيين صحي الصبح لقوا صفحات جريدة النهار وهي طبعا إحدى أشهر الجرائد هناك في لبنان هي طبعا إحدى أعرق الصحف اللبنانية أطلقت عام 1933 أطلقها جبران تويني وتعاقب على رئاسة مجلس إدارتها نجلو الصحفي المخضرة من راحل غسان تويني وابن جبران الأختيل في 2005 في إطار سلسلة اختيالات طالت قيادات منهضة لحزب الله والنظام السوري حيث أن هذه الصحيفة اللبنانية العريقة زي ما قلنا منذ 1933 ويعني لها مصداقية كبيرة في الشارع اللبناني النهاردة صدرت في عددها اليومي النهاردة عبارة عن 8 صفحات لونهم أبيض سادة يعني له الجريدة فقط زي ما احنا شايفين كده وبدون أي مقالات وبدون أي كلمة سادة خالص بيضة ده ليه أنه أكدوا أنه طبعا رئيسة مجلس إدارة الصحيفة السيدة نايلة تويني قالت أنه طبعا عمرت مؤتمر صحفي في غرفة تحرير الصحيفة وقالت أنه جريدة النهار اختارت اطلاق صرخة مدوية بوجه الفساد المستشري بحسب تعبير الأستاذة نايلة عبر رسالة تحمل أيضا تحذيرا بشأن تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمات التي تتخبط فيها البلاد وقالت أنه بيض صفحات النهار هذا الصباح هي لحظة تعبير مختلفة عن الشعور الأخلاقي للشعب اللبناني العميق الشعور الأخلاقي العميق كمؤسسة وطنية تجاه الوضع الكارثي غير المحمود الذي يعيشه الإخوة في لبنان على كل المستويات معنا لتصل طيب ده الحقيقة كانت ما حدث اليوم طبعا إحنا عارفين أنه عايز أقول لحضراتكم بس أنه الشعب اللبناني ده أكتر شعب واللي راح لبنان ولو مرة واحدة في حياته حتى أكيد لازم يحس بدا الشعب اللبناني أكتر شعب في العالم العربي ما كانش في العالم الحقيقة مبهج محب للحياة وأنا إن شاء الله بإذن الله كلنا ثقة أنه إخواتنا في لبنان حيعبروا هذه الأحداث إن شاء الله لأنه اللبنانيين الحقيقة على مدار عشرات السنوات عبروا بأحداث أكثر قصوة مما توجد الآن في الشرع اللبناني يعني كانت هناك فتن طائفية بحق عندهم كم طائفة وحاجات كثيرة جدا حدثت على الأرض وقتل ودماء سفكت على مدار سنوات طويلة جدا وفتن طائفية كبيرة وإدروا اللبنانيين الحقيقة أن هم يتخطوا هذه الأمور وأعادوا بناء بلدهم الجميلة مرة أخرى بيروت الحقيقة يعني إحدى أجمل المدن والشواطئ الموجودة على البحر الأبد المتوسط إن شاء الله الشعب اللبناني الشقيق سيعبر هذه الأزمة مرة أخرى هو شأن لبناني إن شاء الله سيتداركوه معا ويعود اللبنانيون مرة أخرى كده مبهجون كالعادة في القريب إن شاء الله اشتركوا في القناة